أكرم مخلوقات الله على الأرض هو الإنسان عظيم لأنه صنع خلق على صورة الله وهنا يأتي السؤال إذا كان الله أكرمنا فخلقنا على صورته فهل يستنكف هو أن يأتي في صورتنا التي هي في الأصل على صورته أنا أتعجب من رفض الإنسان لفكرة التجسد وفكرة مجيئة الله في صورة إنسان ليعيش بين خلائقه مع في نفس الوقت قابوله أن الإنسان خلق على صورة الله علشان كده أكرر السؤال إن كان الله قبل في نعمته في محبته أن يخلق الإنسان على صورته فهل يستنكف أن يأتي هو في صورة الإنسان التي هي من الأصل على صورة الإله أين التناقض؟ أين المشكلة؟ في حقيقة جميلة وبسيطة كهذه أن الخالق المحب الذي خلق الإنسان على صورته أراد مزيدا من التواصل الحميم معه فأتى للإنسان في صورة البشر هل الله يقدر على كل شيء؟ هل يستحيل على الله أمر؟ هل يصعب على الله أن يأتي للإنسان في صورة كريمة عظيمة هو سبق وكرمها إذ جعلها من الأصل على صورته؟ أحبائي لقد أعلنت الخليق الكثير عن قدرة الله وأعلنت الكتب السماوية كثيرا عن أفكار الله لكننا كنا في شديد الشوق لمعرفة حياة الله كنا نريد أن نعرفه من هو وكيف يكون كيف يحب كيف يغضب كيف يرفض كيف يقبل إن الخليق بكل عظمتها لا تجيبنا عن هذا السؤال والكتب السماوية كلمتنا كثيرا عن أفكار الله لكن بالتجسد كتب يوحن ويقول الذي سمعناه الذي رأيناه بعيوننا الذي شاهدناه الذي لمسته أيدينا من جهة كلمة الحياة بعدما جاء الإله في صورة إنسان بعدما جاء المسيح في ملء الزمان لم يعد للبشر عزر في أن يجهلوا طبيعة الإله لقد جاء الخالق وأحبه وعاشه واتضعه وخدمه وغضبه وفرحه وحزنه وسجلت لنا كل القصة في الكتاب المقدس أعتقد كان مطلبا شرعيا أن نرى الإله والإله استجاب لنا بأروع قصة في الزمان تجسد ابن الله ترجمة نانسي قنقر